أوقات مميزة يعيشها اللاعبون المشاركون ببطولات مهرجان العالمين الجديدة ما بين الاستمتاع بالأجواء المبهجة والرياضات المميزة حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن يخرج المهرجان بشكل يليق بالمدينة التي صارت وجهة سياحية ورياضية مميزة على شاطئ المتوسط وسط أجواء شاطئية متميزة انطلقت أولى مباريات بطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة بعد الانتهاء من تجهيز الملعب الخاص بهذه البطولة والذي جاء نتيجة التعاون الكبير بين الشركة المنظمة للبطولة والملعب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم فعالية ترفيهية رياضية تليق بالمشاركين عندي الحظ أن أدخل مع المتحدة في مهرجان العالمين وأعمل ملاعب البيتش فولي وأعمل عليها بطولات وده حاجة تشرفتني جدا وانبسطت بيها قوي بصراحة لأن كل حاجة هنا حلوة والمهرجان حلو جدا المتحدة عملة مجهود هاجل في تاني مرة العالمين تحتضن بطولات كرة الطائرة الشاطئية العام الماضي كان فيه بطولة دولية على مستوى عالي في مكان قريب هنا من المكان اللي احنا فيه وده اللي شجع برضو المنظمين لإقامة مهرجان لكرة الطائرة الشاطئية ثمان فرق من أندية مصرية وعربية ومنتخب مصر يشاركون في هذه البطولة التي لاقت ترحيبا كبيرا من محب كرة الطائرة خاصة أنها وسط الأبراج والبحر الذي يميز مدينة العالمين الجديدة وأكد المشاركون على أهمية المشاركة في هذه البطولة للاستمتاع بأجواء مهرجان العالمين الجديدة طبعا لما عرفت أن المنخرجون في العالمين اتشكعت جدا وزي ما أنت شايف كده الأجواء جميلة جدا يعني كله مبسوط وكله جاي تبسط والمنظمين يعني يعملين أقصى حاجة عشان هيقول الظروف دي أن الناس تتبسط وتلعب يعني وزي ما أنت شايف محدش مركز مين بيقسر ومين بيقسر هلقدم مفارق معهم لو أحنا جايين تبسط الأجواء زي ما أنت شايف أكتر من حلوة يعني وأنا أحب أن أشارك في جاو زي ده الهوى الجميل ووسط الأبراج ودي حلوة البيتش فوليبو الأحسن من الصلاة أن الصلاة تفصلها مغطأة لك أنه أنت بتلعب على البحر فأنت مبسوط حتى لو بتخسر بس والناس هنا كلها يعني فيه بروفشنالز فيه أماتشورز فالليفل انت مش بطاقة أنت شايف مين لا يكسب وتستمر بطولة كرة الطائرة الشاطئية على مدار أيام مهرجان العالمين للاستمتاع بالفعاليات الرياضية المتنوعة لتكون مدينة العالمين الجديدة الوجهة السياحية والرياضية للعديد من البطولات المحلية والدولية محمود جميل التلفزيون المصري